شوف أنت النقد الآن اللي موجود على الساحة وهل وهل سؤال يعني قرقع فيني هل تأتيك انتقادات كثيرة على شعرك جداً أتكلم من الناحية الشعرية و ليس من الناحية اللا و ليس من الناحية المواضيع و كده خلالك من ناحية الشعرية نعم يأتيني أحياناً أي هذا يعني ينقد أو يقول مثلاً لو أن قلت كذا لو أن قلت كذا ألبيت غير ناضج الصورة كذا موقف أعطيك إياه أول مرة أقوله في واحد فتح حساب و كان محتوى كله يسوي لي منشن شوفوا هذا ما كتب يسوي تعليق فوق الإقتباس ما كتب هذا شعر هذا سواليف هذا خربطة يسوي نفسه شعر والله يمكن على كل تغريدة والله أنا طبعاً ما كنت أرد لكن أجيئة الخاصة قلت له والله فعلا هذا كله قلت السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أنا أشكرك على ذوقك و أدبك و أنك نبهتني على الأخطاء اللي عندي و وجهتني هذا النوع صدامت عيشته والله بعدها حذف كل التغريدات و قلت له أنا ما قلت لك أحذفها قلت له بس أكثر أشكرتك ولله حذفها و تابعني و كتب لي أنا آسف و أنا أعتذر منك قلت له بسيطة العكس أقسم بالله أنها رسالة قوية جداً رسالة قوية جداً أنه على فكرة ليس دائماً القوة ترد بالقوة القوة دائماً ما ترد بالعاكس شوف أقول لك أنت ما ترد على ذوق هو أستحى حتى من نفسه صحيح حد التغريدات ما أقولها يعني والله أهنيك و أشكرك و على فكرة يعني هذا إن دل إنما يدل على سعة صدره و رحابة بالك لابد الله يسعدك و أنا أخذ حقيقة منطلق أنه ناقض قد يكون فعلاً عنده ناقض نعم ممتاز جميل بأكس و كلنا ترى قاعدين يتعلم صحيح و أي إنسان يتعلم من الثالث مهما وصلت مرحلة في أي كانت مهبتك ترى تظل أنت و فوق كل ذي علم عليم حبيبي اقسم